أحد تانية في الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريش في تطريب النادي الأهلي الأخير انفرض بمهاجمي النادي الأهلي لفترة وصلت 15 دقيقة عشان يعلمهم أو يدربهم على إنهاء الفرص أمام المرمى بشكل صحيح هو متضايق من إضاءة الفرص الكتير من مهاجمي النادي الأهلي عمل لهم محاضرة كمان بالفيديو عشان يفرجهم إزاي يضربوا التكتلات الدفاعية وإزاي المهاجمين بيستغلوا أنصاف الفرص للتسجيل عشان هما عندهم مباراة صعبة جدا قدام فرقه يوم الأربع فرقه من أحسن الفرق اللي بتعرف تقفل والدافع والدايق الخصم فالأهلي لو ما كانش عنده حلول جيدة ممكن يتعصر قدام فرقه عشان كده سواريش بيشتغل على هذه الأمور الآن